وحيدان مثل مدينتهما التي تركت بعد حرب عاتية لم تبقي إلا الأطلال والذكريات تحدثنا يقين عن حالهم بعد عودتهم إلى المنطقة التي يعيشون فيها وتتحدث هذه الصغيرة بلسان الكبار عن حالهم وأبسط الأمان التي يتمنوها وقالت خلصونا من مخلفات الحرب وبقايا الجثث وأعيدوا الحياة إلى مناطقنا نحن رجعنا أول ما تحررز يعني ما كان كل أحد يعني رجعنا أول ناس كان بيتنا يعني كله مضرر بس نشكر الناس الخيرين أنه جانا دكتور وعمر بيتنا وقعدنا هسا ويعني حالتنا مريحة بس نحن نطالب أنه يجينا وزيرة الصحة يجونا الخيرين أنه يشيلون الجثاث ويشيلون العبوات الناسفة لأنه منطق لا نطلع نلعب ولا نطلع حال تعرضت الضفة الغربية للمدينة القديمة إلى أعنف أنواع القصف إبان الحرب على الإرهاب وأصبحت أرضا جرداء ومحيت أقدم أحياء الموصل التراثية الميدان والإقليعات والشهوان التي بقيت على هذا الحال منذ أربع سنوات ولا يزال حتى اليوم ملف تعويض سكانها غائب عن الواجهة والله نحن بالنسبة لنا هذه منطقة الميدان وهاي منطقة الكوازين وجوه منطقة الشهوان يعني هي انبادت بالكامل الجوة لحد الأماس معنا واحد يعني أخذ تعويض يعني يمكن إذا أقول لك بالألف واحد أخذ واصطات وعرف أكثر من خمسين ألف معاملة لتعويض المتضررين من الحرب في الموصل لن يصرف منها إلا مستحقات سبعة آلاف فقط وحتى هذه المستحقات لم تكن في حساب الحكومة أساساً لو لا ضغط الحكومة المحلية على حكومة بغداد شوفوا أحنا كحكومة محلية سواءنا اللي علينا شوارع حتى الأزقة وأيضاً دخلنا تعويضات بمقدار 29 مليار للطبقات الفقيرة اللي من ضمنها اللي تذكرها ولا يزال سكان هذه المناطق يعانون حتى اليوم من جحيم الإجارات ومأساة النزوح فمن عاد يواجه مخاطر العودة ومن بقي مهجراً ينظر بعين الحسرة إلى ما حل بدياره ومرتع صباه مضت يقين وأخاها في طريقهما وهم يسيران على أطلال ما تبقى من الحي اللذان كانا يعيشان فيه وهما شاهدين على احتلال مدينتهما وحرب عاتية عصفت بها وإهمال حكومة قد يطول لسنوات إذا بقي الوضع كذلك من الموصل محمود الجماس قناة التغيير مسمي الضوحاب الخفيف خفيف خفيف